ننتقل بقى سريعاً بقى كده للسوبر الافريقي مباراة بتاهم طبعاً كل متابعي وعشاق كرة القدم المصرية والافريقية توقعاتنا للمطش يوم الجمعة نادر والله الحسابات كلها قريباً كابتن أنا ما تعرفش تحدد مين هيكسب يعني فأنا هتفرج واللي طبعاً هيكون فايق أكتر هو اللي هيكسب يعني بس الحسابات كلها قريباً من بعضها أكيد ده طبيعة طبيعة المتشاط دي وطبيعة أو وخصوصية المتشاط ما بين النادي الأهلي والزمالك ما تقولش مين اللي فايق ومين اللي مش فايق هو يعني الحسابات شوية معقدة شويتين تلاتة طيب عبدالله لو هنقول مثلاً أن ممكن من الفريق اللي هو عناصر فيه الفريق يكون مردودها إيجابي في المتشو بتاهم الجمعة حسب برضو جهازات الفرقة يعني أنا شايف اللي اتنين بلعبوا في أفريقيا وجهزين هي في التسعين دي بتاعة المتش حسب الفرقة اللي هتكون جهز أكتر اللي يمركز أكتر لنزلة عايزة تعمل حاجة بسهو المتش ده ملوش حسابات في العموم ماتش أهلي وزمالك ملوش حسابات توقعتك إيه كابتن عبدالله ماتش؟ آآ نزلة عملكة كسبة نزلة عملكتين صفر؟ آآتنين صفر اتنين صفر أنا أسمعك اتنين صفر ولا أنا أسمعك صح؟ ماشي ونادر والله كابتن يعني زي ما قلت لك أنا مش عارفة ديك يعني مين يكسب بس عادي يعني إذا نطرم أنت محتاج إجابة ممكن لا توقعات المنش يخلص واحد صفر المين بقى ما عرفش أو اتنين واحد المين ما عرفش ميش